أبو عدنان من عمان يقول إمرأة تؤذي زوجها بلسانها وترفع صوتها مما يجعل الجيران يعرفون كل صغيرة و كبيرة التي تدور في هذا البيت الإمرأة تتصنع الكذب و تصدقها و تجعلها حج على الزوج لكي تتهاوش معه كل يوم و قد صبر عليها أكثر من عشرين سنة هو الآن في حيرة من أمرها هل يطلقها أم يصبر على الإهانة من الزوجة علما أنه أكلم أهلها مرارا و بدون جدوى ما نصيحتكم أبو عدنان بارك الله فيك أولا المسلم لا يجوز له أن يؤذي الآخرين لا أذية معنوية ولا أذية مادية فالله جل وعلا حرم أذية المؤمنين قل جل وعلا و الذين يؤذون المؤمنين و المؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا و إثما مبينا و النبي عليه الصلاة و السلام يقول من ضار ضاره الله و يعني يشتد الأمر و يعظم الذنب إذا كان مع أحد الأرحام أو مع من تجب عليه له حقوق مثل الزوجة مع زوجها أو الزوج مع الزوج تمثلا أو مع الوالدين أو مع الأرحام و لذلك لا يجوز للمرأة و يحرم عليها أن تؤذي زوجها بلسانها و أن تفتري عليه الكذب و أن تذيع أسرار البيت و تكشف أخبار البيت بمثل هذه الصورة و قد ورد في الحديث أن أي امرأة تؤذي زوجها تلعنها نساء الحور العين في الجنة و يقولنا دعيه فإنه يوشك أن يصل إلينا و لأجل هذا المرأة التي تؤذي زوجها بلسانها بمثل هذه الطريقة هذه و العدو بالله تعيش تحت صخط الله و النبي عليه الصلاة و السلام ذكر له امرأة تصلي و تصوم لكنها ما تحفظ لسانها عن جيرانها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار و ذكر له امرأة يعني ما تصوم النفل و لا تصلي تقوم الليل لكن تحفظ لسانها عن جيرانها قال هي في الجنة هي في الجنة تحفظ كيف الآن امرأة تؤذي زوجها بمثل هذه الطريقة أبو عيالها و الذي قائم على يكسب و يكد حتى يأتي بلقمة العيش لذلك اخي الفاضل عشرين سنة كثير جدا ان الشخص يصبر على امرأة عشرين سنة لا لا كثير جدا